مرحبا بحضرتكم مرة تانية من بعد الفاصل في برامج علاجية كثيرة قوي بتستخدم في التعافي يعني من الإدمان بسهولة البرامج دي متوفرة بشكل كبير قوي للحفاظ على الشباب من خطورة المخدرات وتعطيها عشان كده احنا النهاردة هنكمل مع حضرتكم حملة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتوعية شبابنا من تناول المخدرات وأضرارها على الأسرة وأكيد على المجتمع هنركز بشكل كبير قوي على أهمية البرامج العلاجية المستهدفة في علاج الإدمان خلونا نرحب بقى بضيفنا اللي هيكلمنا أكتر عن هذا الموضوع بالتحديد الدكتور علي عبد الراضي استشاري العلاج والتأهيل النفسي لمنورنا أهلا بحضرتك أهلا وسهلا بك وصباح الخير عليك وعلى كل المتابعين أهلا بحضرتك يعني قبل ما تكلم على البرامج العلاجية حابة تكلم عن أنواع الإدمان إيه هي أنواع الإدمان؟ حسب تصنيف مرزمة الصحة العالمية والجمعية الأمريكية العلم النفس هما نوعين من الإدمان حاجة بنسميها الإدمان المادي والإدمان المعنوي الإدمان المادي أي شيء الإنسان بياخده بيغير في الموت بتاعه والمزاج بتاعه وعند التوقف بيحصل له أعراض انسحاب فهو يسمه إدمان مادي تمام؟ أما الإدمان المعنوي هو كل سلوك الإنسان بيمرسه السلوك ده بيعمله نوع من التغير المزاجي للأحسن أو للأسوأ وعنده توقف الممارسة دي بينعد عليه بأثار سلبية على الحالة المزاجية على سبيل مثال الإدمان المعنوي هو زي الألعاب التكنولوجية والألعاب الإلكترونية وبالمناسبة في الدي ام سيكس الجديد اللي هو لسه هينزل كمان الأيام دي قالوا إن الإدمان الإلعاب الإلكترونية هو يعد من برامج هو يعد من أخضر أنواع الإدمان المعنوي لأنه هو أدى إلى مشاكل نفسية كتير جدا بيخش مع الفومو اللي هو إدمان المواقع التواصل الاجتماعي بالضبط مش اسمه فومو برضو بالضبط كده إدمان المواقع التواصل الاجتماعي أو على طول موجود بكسر مواقع التواصل الاجتماعي أو الاستخدام المفرط للمواقع التواصل الاجتماعي ألعاب زي بابجي أو معظم الألعاب اللي على شكلها اللي هي بتغير في حالة المزاجية بتاعته بتخليه أوقات كتيرة جدا يفرز عدد كبير جدا من هرمون الأدرنالين علشان عايز يخلص الجيم بسرعة أو عاوز يعني يفوز بسرعة فدهو هنا بيلخبط أو بيلعب فيه أساس المادة الدماغية اللي هي الهرمونات الموجودة في الموح يعني إحنا النهاردة نركز محضرتك على الإدمان المادزي الإدمان المادزي بس حلو إن حالك برضو تطرقت للقصة الثانية ويعني لو حابين بس يعني نعرف خطورتها عاملة إزاي وهل ليها أعراض نسحاب قبل ما نخش فيه قصة المخدرات والقصة بتاعت الحامة حالك شركة المتحدة حلو جدا جدا بالنسبة لمنظ bastards الصحة العالمية بتعتبر أن الإدمان المادي هو لا يقل خطورة عن الإدمان المعناوي الفعلا الزيزي بعض الإدمان المادي والإدمان المعناوي المعنى أن الإدمان المادي لما أنا أخذ المادي بتلخبط في الهرمونات بالتعني إما تعمل زيادة أو إفراط فيها أو بتعمل توقف فيها كذلك الأمر الإدمان الممارسات اللي بعملها زي لعبة زي بابجي أو لعبة زي المقامرات الإلكترونية هي بتخليه طول أو الفيسبوك أو أو الفيسبوك أو إنستجرام ناس كثيرة جدا يعني سلوك زي الحقد هل السلوك الحقد ده أصبح إدمان حاجة زي إنستجرام أو الفيسبوك أو تويتر والمتابعة الأخبار مثلا مزيع شاطر وأنا كنت دفعتك وما حلفنيش الحظ مساعدتش ما طورتش فالحقد الضغين زي ما بيسموه بالمجتمع العامي ده بيزود مني أنا خليني أعمل إحتراق نفسي بيخليني طول الوقت بجز على سناني طول الوقت غضبان طول الوقت مستاء فده بيخليني أفرز هرمون زي الأدرنالين ده بيعمل لي مشكلة في الكورتزول كمان بيخليني طول الوقت بتطرق للتدخير أو الأكل المفرط أو النوم والهروب أو إن أنا ليه أعراض انسحاب ليه أعراض انسحاب وصعب وصعب وبغلسة جدا جدا لأنك في الأخير بتشعر بأحباط وبدخلك في مود اكتئابي يعني اللي بيلع بلاي ستيشن عندي عدد من الأصدقاء مثلا فعلا مدمنين بلاي ستيشن تمام جدا وبصرفوا فلوس كتير فيها حلو وبيعودوا أوقات طويلة جدا ده بجد مش هزار وربما قطاع كبير من الشباب عارف هذا صحيح هل ده يعتبر إدمان وليه أعراض انسحاب إنه بيأثر حال ميزاجية فعلا طبعا وليه أعراض انسحاب بدليلنا كده لو وسط الجيمو فصلت البلاي ستيشن بتتعصب جدا فده معنا عندنا احنا بالنسبة لنظرات علم النفس هو كده عنده أعراض انسحاب وما خدش الجرعة الكافية والانتشاء الكافي من إنه بيستمتع بالوقت ده وإنه هو لما يفوز أو حتى لما بيخسر دايما بيبقى عنده استحواز فكرة معينة في فكرة مستحوزة عليه إن أنا عايز أفوز عايز أنجح في اللعبة دي عايز أحقق الهدف ده في الأخير ده مش رياليتي ده مش عالم حقيقي أنت بتعامل مع عالم افتراضي طيب خليني أتكلم معاك عن الإدمان المادي ويمكن خليني أقول إنه خطير جدا جدا مش بس على الشخص لكن كمان على الأسرة يعني عفوا إنه الشخص اللي بيضمن المخدرات هو شخص مش بس بيأزي نفسه بيأزي أسرته وبعد كده بيأزي المجتمع ككل البرامج العلاجية دي حب حضرتك تفاهمنا إيه هي وإزاي بتعالج فيه أو بتساهم فيه علاج الإدمان تمام جدا خلوا أن تفقين إن البشر كلهم مزي بعضهم البشر عندهم سمات مختلفة زي بيسميها في علم النفس الفروق الفردية أنت غيري أنت البيئة اللي أنت عايش فيها وتركبتك الشخصية وتركبتك النفسية البعض الثقافي البعض الاجتماعي اللي أنت عايش به مختلف تماما عني فلذلك كتير جدا جدا من علماء النفس ابتدوا يجمعوا تشكيلة من البرامج ويعملوا عليها تجارب كتير جدا علشان نشوف أنجحها وأفضلها فيه برامج المنع أو الحفاظ أو كمان التأهيل للمتعافيين من الإدمان أو منع التعاطي مرة أخرى أو منع الانتكاسة كل مرحلة عمرية بيبقى لها أفضل البرامج المستخدمة لها من أشهرها مثلا الموجود حالين ومعظم البرامج المصرية تستخدمه هو برنامج CBT أو المعروف بالمعرفي السلوكي البرنامج المعرفي السلوكي هو منتشر نسبيا لكن هل هو الوحده كفاية؟ لا مش الوحده كفاية أفضل البرامج اللي موجودة وممكن نستخدمها هو البرنامج الانتقائي وده اللي ممكن بتشتغل بيه حاليا مستشفى المطار وبتشتغل بيه مستشفى العباسية مش كل المعالجين النفسيين ومش كل الدكاترة بس كتير جدا بيشتغلوا بيه برضو بتشتغل بيه مركز زي مركز الدكتور أحمد عكاشف يعني بغض النظر عن أسامي المراكز خلينا نخش في المعلومة طيب CBT هو أنا بيشتغل على معرفتي أنا للمادة الإدمانية أو بمعنى أصح معرفة خطورة الإدمان بالنسبة لي أو إيه السلوكيات اللي بتنبهني أو بتشاور لي بتخليني أسعى أن نروح للمادة مرة تانية أو أن أنا أوقف نفسي أو أفرم لنفسي ده واحدة من البرنامج فيه برامج تانية معروفة باسم البرنامج اللي عقلاني أن أنا يبقى عندي أفكار عقلانية لمدى الخطورة وده الناس كتير جدا تقول طب ما كل الناس عارفة أن الإدمان أي مادة معينة هو خطير جدا جدا لكن أخذ من البيئة الواقعية ما يحميني وأخذ من البيئة الواقعية اللي أنا عايش فيها اللي بيعمل لي ألف حاجز قبل ما روح للمادة الإدمانية طب هنا البرنامج العقلاني عايز أتوقف عنه لأن الحارف متكلم عن فكرة سلوكية جميلة جدا أنا حد مود من النهاردة ومقتنع تماما أن هذه المخدرات خطأ وفعلا يعني بحاول لبطل طيب النهاردة مش حيبقى فيه أعراض انسحاب مع هذا اليقين بأن هذه المخدرات خطأ مش حيتدايق مش حتأثر على مزاجه حلو جدا فكرة لما قلنا فيه حاجة اسمه برنامج الانتقائي أي برنامج أستخدمه وده الأفضل أن يكون من الألم أتعلم يعني نحن نتألم نتعلم دايما المقولة دي نحن نقولها في مجال العلاجة النفسية أوقات كثيرة جدا أن الناس مخدعة لنفسها أن أعراض الانسحاب مؤلمة هي مؤلمة بس مش مؤلمة بالحد اللي أنت أخذه عن فكرة الألم نفسه أن في الأخير أنت بتتعرض يوميا لثلاث ساعات أعراض انسحاب لغاية ما توفر المادة اللي بتاخدها يعني مش زي زمان بقى وبيعودوا يصوتوا والكلام ده التصور الدرامي لأعراض الانسحاب لا يمس للواقع بشكل مع وجود عدد كتير جدا من المسكنات الأمنة في فترة الدوتوكس وسحب السموم من الجسم أصبح حاليا أنه هو مؤلم ومؤذي نفسيا شوية وبيبقى فيه شوية ألم بس الألم ممكن يكون ناتج عن الفيروسات اللي دخلت الدم وبوزت جهاز المناعة اللي عندي ممكن يكون الألم موجود نتيجة أن الكابد لا بيعملش أفضل نشاطة وأفضل كفاءة عنده ممكن يكون موجود نتيجة أنه هو معظم المواد الأفيونية اللي كان بياخدها خلت من أنه بقي في عرض الانسحاب زيره مواد أفيونية فبيحس حتى بحركة الجسم حركة الجسم بالنسبة له مؤلمة المعنى دايماً ده برنامج علاج اسمه علاج بالمعنى أنا من المعنى بتاعي من أن أنا وقف علاج إدمان أن أنا أوصل لمستوى من الصحة واللياقة النفسية واللياقة الجسدية في أفضل حال فذل اللي أخد بالي منه فيه برنامج العلاج بالواقع وخليني أبدأ على طول وكل مرحلة أو كل فترة أنا ببعد فيها عن المواد المخدرة أنا بخفض من قيمة الضرائب الشخصية والنفسية والجسدية بتاعتي كل متعة اللي بناخدها بيبقى ليها ضريبة وأصعب ضريبة لما تكون الضريبة دي من صحتك أصعب حاجة لما تكون الضريبة بتدفعها من بيتك وأولادك أصعب ضريبة ممكن تدفعها من قوت أولادك ومن قوت أسرتك أصعب ضريبة حزن الأب والأم على ابنهم المتعاطي فبالتالي ما تحاولش يبقى قيمة الضريبة اللي بتدفعها جبيرا جدا جدا وعلى طول خذ الخطوة وده دايما بنقوله إن خلى عندك معنى في الحياة عندنا مفهوم كده عن البيتعاطى المخدرات أول لأدمن إنه أول ما دخلت في السكة دي فيش رجوع ما فيش تعافي كامل فهل البرامج دي فعلا ساهمت في تعافي بعض المضمنين يعني بالذات لو نتكلم فيه أنواع معينة من مخدرات أنا معرفش لو دي حقيقة ولا لأ بس بنسمع ده كتير ولو ساهمت فيه تقليل النسبة النسبة دي بقيت قدية حلو جدا عايز أقولك فيه برنامج اسم الأكيبشا ثرابي أو العلاج بالعمل موجود مع اللوجو ثرابي العلاج بالمعنى اللي تنم مع بعضهم عاملين دعم للإرادة قوي جدا جدا مشكلة التعاطي إنه هو بيقولك إرادتي صفر ومشكلة أخضر إنه هو زي ما صحبه جذبوا للمادة المخدرة كمان جذبوا وزرح جواه فكرة إنه ما ينفعش تبطل ما ينفعش توقف أكبر خطأ إنك إت ما مصدقش إنك إتت توقف تعاطي ودي أكبر مصيبة إحنا بنعملها ولازم كل المعالجين النفسيين والأطباء النفسيين والأخصائيين الاجتماعين اللي شغلين في الحقل بتاع العلاجة إنه يزرع جواه فكرة إنه يصدق إنه يقدر يبطل فهي في المايند ست أكتر آه لازم يصدق لازم يصدق الفكرة دي ونمحي ونعمل إزاحة للفكرة الغلط أو الفكرة الخلصة يخليه بقى يصدق إزاي يخليه يصدق إزاي عندنا تجارب كتيرة جدا جدا زي ما كنت تقول الأستاذة كم نسبة في المية من برامج العلاجية فيه نسبة برامج العلاجية بوصلة 90% دلوقتي وحققت برامج علاجية بالنسبة متفوقة أو ثابتة يعني مش بس 90% هو موجود معي ثلاث شهور أو شهرين في المستشفى أو في المصحة لأ ده هو كمان خرج وفضل ثابت لما عملنا القياس التتبعي بعد ست شهور ثابت على التوقف والتبطيل بتاعه فكانت ده كويس بحد نسبة بعدها فترة كمان لما عملنا مؤشر قياس تاني أو تتبعي بعدها بسنة لسه ما تعطاش وما رجعش للمادة الإدمانية تاني ولما عملنا قياس تتبعي لحالة الإرادة بتاعته آه أنا لسه عند الإرادة والعزيمة وعارف أهمية التبطيل بالنسبة لي وبالنسبة لأسرتي ده موجود بشكل كويس جدا انت قلت إزاي إيه المعنى إنه خليه يسدق رقم واحد إن أنا أكون عند قيمة العمل هي المقدمة عن كل شيء وإن قيمة الآخرين هم أولى من نفسي أنا باعتبر نفسي بعد حالة الإدمان أنا موجود علشان خلاص أنا أخدت كفاية من المتعة وإن أنا لازم ليه ضريبة بعد المتعة اللي أخدتها دي أدفعها زعلت بابا زعلت إخواتي زعلت والدي ممكن كمان زعلت المجتمع مني كمان أنا بقيت قوة إنتاجية متوقفة فلازم أنخرق في عمل اجتماعي جيد فده بيخليني أسدق إن أنا عايز أبطل أشوف المأساء أو القاع اللي وصلوا معظم اللي تعاطوا أو المدمنين وإن وصلوا لخسائر إما خسائر روحية إما خسائر كانت خطيرة جدا عن الأهل والأسرة فبالتالي لازم بالحطة دي أسدق كل عدد ساعات أنا عملت فيه توقف يخليني كمان أسدق إن أنا ممكن أقدر أعمل كده وده بيساعدني إن يبقى عندي محصلة من التبطيل دايماً بنقوله خلي عندك حصل التبطيل حصلت التبطيل هي بتبقى شغالة بطايمر كده كل ساعة أنت موقف وبعيد عن المادة الإدمانية ده بيشجعك أنك تكمل مرة تانية برضو الأهداف المتتالية والأهداف بعدة المادة وأهداف قصرة المادة فيه ناس كتير يمكن ده لست شغالين فيه بيسميها التخطيط الاستراتيجي للمدمن نفسه إنه حضرت خطة لنفسه مش ماشي بدون خطة لأ أنا عندي خطة سبتة إن أنا بعد ثلاث شهور مثلاً هنزل لياقة بدنية أنا بعد ست شهور أبدأ أستقر في حياة زوجية أنا بعد سنة كمان من التبطيل أبدأ أسس لمشروع ناجح وأنهمك في عمل المشروع بتاعي ونجح المشروع بتاعي كل ده بيخليه يبقى عنده سد ألف ألف سد كل يوم بزرع سدود بعيد عن المادة اللي بياخدها طبعاً كمان عشان يصدق الفكرة دي لو أنا بسمع أغاني بتشجعني على إن أنا أرجع للمادة الإدمانية لازم أوقفها أنا لو كمان بروح أماكن بتفكرني بالمادة الإدمانية اللي أنا باخدها لازم أمنع أن أروح الأماكن دي ده كله بيشجعني بشكل كويس جدا ده معنى آخر في طرق أو في علاجات يقدر حتى يعني يتعامل معها بغض النظر عن دخوله المصح زي ما حراك قلت الكلام ده حقيقي كل مرة هو شايف نفسه أنا مدرك جداً جداً قيمة نفسي وده كمان فيه حاجة البرنامج العلاج المرتكس حول الزات أنا عارف أن الأماكن اللي بروحها دي بتخلي الفكرة الإدمانية أو الفكرة الملحة تزيد بتعمل لها نوع من الإثارة فبالتالي ما روحاش فيه طريقة حوار أو أصدقاء لما بيكون موجود معاهم بيعمل لي إثارة عالية جداً ويخليه أطلب المادة دي ما روحش الأماكن دي وما عودش مع الناس دي فيه طريقة كلام كنت باستخدمها زمان بتفكرني بالمادة الإدمانية دي أبد عنها بتوصل كمان لحتى تغيير البيئة نفسها إن أنا لو نوع برفيو كنت باستخدمه لو مجموعة لبسة أنا كنت بلبسها بتفكرني بالتعاطي أمنع تماما كل الأجزاء دي مش بس كده تدى كمان بعد التوقف بفترة من التعاطي السلوكيات والأكلات حتى لو كان بيدخن سجاير يبدأ يحط التارجة التاني بتاعه إنه وقف التدخين السجاير إنه خليه عنده المعنى بتاعه الصحة لو أنت خايف على نفسك يبقى من الأولى أنك تحافظ على صحتك ويبقى عندك حمية كده بنسميها الحفاظ على الصحة والصحة مقدمة عن كل ممارسات أنت بتعملها سلبية طيب لو نتكلم على بقى التعديل السلوك النفسي هل ده بتبقى خطوة جديدة أو طريق ليه يمكن يعني المدمن أنه يتنقل من مرحلة كده مدمن يعني من الإدمان بقى بالكامل نقدر لول التعافي تعديل السلوك من أقوى البرامج وتعديل السلوك داخل معايا في كل البرامج اللي موجودة خلينا نقول حاجة مهمة جدا أني تعديل السلوك مش بس الكلمات اللي هو بيقولها لنفسه لأ ده الممارسات تعديل السلوك أنك يبقى عندك مشاعر إيجابية حاطها في الدناغات إيه اللي أنا بشعر بيه وأنا موجود مع ناس وهنا بيفتكر لأول مرة لأول لحظة في حياته أني أنا كشعوري بعد توقف في العلاج المادة اللي كنت باخدها خلينا أشعر بمشاعر الآخرين ومبقاش أناني ده برضو ساعدني إن أنا يبقى عندي تعديل السلوك إن أنا أقدر أدي الناس أقدر أكون كريم مع الناس وأفضل حاجة ممكن أديها للناس إن أكون بصحة كويسة وإني ما زعلش المحيط الاجتماعي مني فده بيخليه يعدل سلوكياته رقم واحد في تعديل السلوك إن أنا لا أراوغ دي حاجة لازم أصدقها إن أنا ممنوع إن أراوغ وأقول الحقيقة وأكون صادق جدا جدا مع نفسي وأول حد يكون صادق معاه هو ذاتي وممنوع إن أراوغ مع نفسي وأعمل حيال دفاعية عالية رقم اتنين في تعديل السلوك قلنا الكاذب قلنا إن أنا حاجة الناس مهمة جدا وأنا كمان في ناس مهمين علي فبالتالي لازم أحافظ عليهم صحيح ده كله بيساعد في تعديل سلوكه أعتقد حالك المطمئة يعني ديتنا روشيتة كاملة جدا عن البرامج مختلفة للتعافي من الإدمان وأعتقد أن هذه البرامج يعني أغلبها سلوكي وأغلبها أيضا يدخل في جانب العلاج الفيزيكي أو العلاج بالدواء لكن يعني أهم ما قلته يا دكتور بصراحة قصة العلاج السلوكي مشكورك يا دكتور علي دكتور علي عبدالردي إسرشير العلاج والتأهل النفسي نورتنا في السيديو سبع الخرم ربما يعني إيه ديتنا روشيتة كاملة عن هذه القصة شكرا جزيلا لحاجة تحياتي لك